المسيح كان بيصطدم مع المجموعتين الرئيستين المجموعة الصدقيين ومجموعة الفرسيين والسؤال لماذا كرهوا يسوع المسيح في أسباب كثيرة مثلا إحنا على جبل الزيتون ورانا بيت عنيا من هذا الجبل دخل المسيح في أحد السعف دخول المسيح الظافر وهتفت الجماهير ليسوع وصنى لابن داود وصنى في الأعالي مبارك الآتي في اسم الرب وطلبوا من يسوع المسيح أن تسكت هاي الناس قال وإن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم ومع هذا دخل المسيح الهيكل إلى دار الأمم وصنع صوت وطرد الباعة والسيارفة وطردهم من هذا المكان وكان بيتكلم بسلطان بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص فاللي كان بدور في ذهنهم من هو هذا الشخص اللي عم تتبع الجماهير من كل مكان الجماهير جاءت من الجليل مع يسوع المسيح شافوا معجزات خارقة وسمعوا تعاليم مميزة تعاليم فريدة تعاليم بسلطان السؤال اللي يشكره المسيح أولا الحسد والغيرة ذهاب الجماهير وراء المسيح كان بعلم في سلطان فالناس كانت تنجذب إليه مثل المغنطيس حتى مر الكهنة بعتوا الخدام أن يجيبوا يسوع وما أحضروا يسوع سألوهم ليه قال لم نسمع إنسان يتكلم قط مثل هذا الإنسان كان عندهم حسد كان عندهم غيري بسبب أنه كانت الكامرة مسلطة على يسوع المسيح يعني كانت الجماهير منجذبة إلى هذا المعلم اللي جاء من الجليل شيء تاني هذه الفئات كانت تتميز بالغضب وأقصد مثلا تعليم يسوع المسيح بعزته على الجبل هذه التعليم فضحة رياء وكبرياء الفرسيين والصدقيين مثلا قال المسيح قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل لا تزني وهكذا لكنه قال أما أنا فأقول لكم فإذن المسيح عم بيتكلم بسلطان عم بيكشف وبيفضح الرياء في المواضيع المتعددة متى صمتم فلا تكونوا عابسين يعني أنت بتصوم ركز على العبادة الحقيقية القلبية لم يركز على مظاهر وشكليات التدين الخارجي أنت بتصوم بتصوم للرب مش للناس وطبعا هاجم طريقة الصلاة بيكرروا الكلام كباطل كالأمم وعم بيصلوا في زوايا الشارع حتى تشوفهم الناس يعني الفكرة عم بيصلوا للناس مش عم بيصلوا للرب فكان عندهم غضب ضد يسوع المسيح شيء ثالث هذا الغضب وصل إلى يعني إلى الحقد وإلى العنصرية أنه في معلم جاي من الجليل وطبعا كل الربايز هي من أورشاليم وعادة في عندهم كفاءات عندهم كريدينشلز الرباي اتعلم أو اتدرب تحت قدمي مثل مثلا شاول الترصوصي تدرب عند رجلي جملة إيل بيفتخروا أن أنا اتدربت في هذه المدرسة أو تحت قدمي هذا الرباي أو هذا المعلم لكن المسيحي جاء من منطقة ريفية منطقة بسيطة من الجليل حتى اللغة واللهجة الجليلية بتختلف عن لهجة القدس فلهذا السبب يعني مين أنت جاي من الجليل أمام كل هذه العمالقة والعبقرية الموجودة في أورشاليم وصل إلى حد الحقد وإلى العنصرية لأن يسوع المسيح جاء من الجليل شيء رابع كان بيصطدم معهم يسوع المسيح لسبب عدم الإيمان عدم إيمانهم في يسوع المسيح المسيح عندما وقف في مجمع الناصرة قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين قال قد تم هذا المكتوب في مسامعكم حاولوا أنه يقتلوا يسوع المسيح وفي يحنى إصحاح 12 مكتوب اسمع هذه آية كتير كتير مهمة ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ليه؟ لأنه أعلن أنه المسيح اتهموا بالتجديف في مرة قال لشخص المفلوج اللي دلوه مغفورة لك خطاياك قالوا من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده قال يسوع لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا قال لهذا المفلوج لهذا المريض قم احمل سريرك وامشي أثبت أنه فعلاً الله وأنه يقدر أن يغفر الخطايا في إنجيل يحنى مراراً كانوا يحاولوا يقتلوه قالوا له لسنا نتهمك من أجل عمل حسن بل وأنك أنت إنسان تجعل نفسك إله كانوا بيتهموا بالتجديف المسيح فضح رياءهم والرياء يعني التمثيل اللي هو ممزوج بالكبرياء وأنه عم بيظهر عكس الصورة يعني في متى 23 قال لهم يسوع ويل لكم ويل لكم سماهم قبور مبيضة بسبب الكبرياء وحبهم للمال سماهم قادة عميان وقال اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم طبعا وصل الحد للفرسيين كانوا بيكرهوا يسوع المسيح جاي من الجليل في حسد في غيره في غضب ضده عدم الإيمان في المسيح كان عم بيكشف وبيفضح كبرياءهم ورياءهم أمام المجتمع لكن أكثر شيء استضم في المسيح مع الفرسيين هو موضوع السبت السبت قال يسوع أنه خلق للإنسان وليس الإنسان للسبت وقال عن نفسه أنه هو رب السبت أنه يحل فعل الخير وأنه إظهار الرحمة يوم السبت لكن مثل ما ذكرت أنه الفرسيين وضعوا قوانين كثيرة حتى يحموا السبت لدرجة أنه صار التركيز على القوانين الخارجية بدل ما أنه يفهموا جوهر ولب موضوع السبت مثلا في أور شليم مش بعيد عن هذه المنطقة جنب بوابة الأصباط في بركة اسمها بيت حزدة شفى هناك مفلوج 38 سنة وقال له قم احمل سريرك وامشي فطبعا ثار غضب الفرسيين والمتدينين لأنه قال لهذا المريض أنه يحمل سرير يوم السبت بدل ما أنه يسبح ويشكر الله على شفاء هذا المريض مرة تانية المولود أعمى وفتح عيون أعمى يعني يسوع خلق عينان جديدتان لهذا المولود أعمى بحسب إنجيل يحنى إصحاح 9 وقال له أن يذهب ويغتسل إلى بركة في بركة سلوام وفعلا أطاع ورح يغتسل ورجع بصير وقامت الدنيا وقعدت لأنه المعجزة كانت يوم السبت مع أنه صحح مفاهينهم يعني منذ الدهر لم يسمع أنه فتح يعني شخص مولود أعمى إنه هذه المعجزة تمت من القديم فتح العيون كانت دلالة إلى الخلاص ففتح عيون الأعمى ولكنهم بسبب عماهم الروحي لم يبصروا أهمية فتح العيون أنه هو المسيّة هو الذي يستطيع أنه يكون هذه القوانين أنه السبت خلق للإنسان في الجليل شفى إمرأة منحنية فاستقامت وبعد نشبه الموضوع إنه مين منكو بيجيب إحمار يوم السبت بحله وبفكه حتى يجي يشرب من دلو المي أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط فأعطى المفهوم الصحيح الطريقة الصحيحة للشفاء في يوم السبت المترجم للقناة المترجم للقناة